عرض رئيسه الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة الصالحة الشيخة على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مبولي قيام الجهاز خلال الأسبوع الجاري بالإعلان عن مسابقة لشغل وظائف 30 ألف معالم مساعد بالتربية والتعليم للعام الثالث كما عرض رئيس الجهاز مسابقة لشغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل إلى جانب الإعلان أيضا عن مسابقة لشغل 81 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وكذلك شغل تسامات وظيفة بالهيئة القومية للبريدة وخلال اللقاء كلف رئيس الوزراء بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية